موسيقى أصد الله ووقاتكم معزائي المشاهدين سواعد أمل وحلقة جديدة مؤسسة تنموية تعليمية غير ربحية تهتم بتعليم الأطفال السوريين تأسست في نوفمبر عام 2012 في حلب المحررة لتأهيل جيل جديد يكون قادر على بناء سوريا حرة مؤسسة ارتقاء ستكون محور الحلقة لهذا الأسبوع من هي ارتقاء كيف تعمل كيف تأسست ما هي أبعادها التنموية كل هذا سنناقشه هنا مع ضيفنا في الأستوديو الأستاذ أحمد عتال رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة أهلا وسهلا بك سيد أحمد أهلا وسهلا بكم بداية دعنا أن نشاهد التقرير عن ارتقاء ونعود لنكمل الحوار تقوم مؤسسة ارتقاء التعليمية بالعمل على مؤكبة تطوير سير العملية التربوية السورية من خلال مجموعة من المدارس في عدد من أحياء حلب المحررة تعمل ارتقاء دوما على الارتقاء العلمي والأخلاقي والفكري لدى كادرها وطلابها لذلك تقوم بزيادة نشاطاتها وفعالياتها الترفيهية والعلمية الخاصة بالتلاميذ إضافة للقاءات الدورية مع أهالي الطلاب تساهي مرتقاء أيضا وبشكل كبير في تنظيم الحملات الهادفة لتسليط الضوء على وضع التلاميذ السوريين الذين حرموا من الدراسة إضافة إلى توسيع دائرة حملات كفالة اليتيم والطلاب وتركيز العمل على المشاريع التي تهدف إلى إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة تقوم المؤسسة أيضا بتكريم المعلمين والطلاب المتفوقين في المؤسسة إضافة لحرصها الدائم على الانتظام في منهجية تعليمية دورية متكاملة تقوم على أسس الانتظام في الدراسة إضافة إلى أوقات الامتحانات تسعى مؤسسة ارتقاء دائما للعمل بشكل فعال في مجال التربية والتعليم محقيقة بذلك تقدما كبيرا سعيا للحفاظ على استمرار التعليم رغما من ظروف الحرب برعاية اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري أهلا بك من جديد أستاذ أحمد شاهدنا التقرير كيف تأسست مؤسسة ارتقاء ومن أين جاءت الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية نشكر قناة حلب اليوم على هذه الاصدافة الكريمة مؤسسة ارتقاء التعليمية تأسست في 15-11-2012 بجهود معلمين شباب متطوعين لما وجدوا الحاجة الملحة لإحتواء الطلاب الذين انتشروا في الشوارع كثيرا بدوا يذهبون إلى العمل وهم أطفال بعضهم يذهب إلى العمل العسكري أيضا فمن هذا المنطلق ارتأ هؤلاء الشباب أن يفتتحوا أول مدرسة لهم في حلب مدرسة الغد المشرق ومعتقدم الوقت وزياد الحاجة للمدارس بسبب قبال الطلاب على التعليم وبسبب الوعي الذي تنمى عند الأهالي بأهمية التعليم والحاجة إلى اتحاق طلابهم بالمدارس أطفالهم حملنا على عاطقنا كمؤسس ارتقاء أن نفتتح مدرسية والأخرى في مدينة حلب ولله الحمد أصبح لدينا الآن حوالي ست مدارس في الداخل السوري وروضة وحضانة لأبناء المعلمين سيد أحمد ما هي الألية التي تعمل بها ارتقاء بداية نحن نركز عندما نختار أسماء المدارس أولا نركز أن يحمل اسم المدرسة بعض القيم التي تنمي عند الطالب المستقبل المشرق تنمي لديه تحمل هم الأمة والسعي لنهضتها فمثلا لدينا مدرسة الغاضر المشيق مدرسة الأمل الواعد مدرسة أجيال نصر كلها أسماء تحفز الطالب على استمرار في التعليم على العمل على نهضة أمته مؤسس ارتقاء التعليمية تعمل على سلاس محاور المحور الأول هو التعليم تقديم المادة والمعرفة للطالب عن طريق المناهج المعتمدة بداية من وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة بالإضافة إلى بعض المواد الإثرائية التي تركز عليها مؤسس ارتقاء فمثلا نحن نضيف مادة القراءة العربية السليمة التي نضيفها إلى الطلاب الحلقة الأولى في المرحلة التعليمية الأساسية هذه المادة أضفناها لأننا وجدنا الحاجة الملحة لتأسيس الطلاب بعد انقطاع كبير عن المدرسة بعض الطلاب لديهم سنتين أو ثلاث سنوات منقطعين على العملية التعليمية فبحاجة إلى تأسيس بحاجة إلى إضافة بعض المواد لنرتقم بمستوها التعليمية بعض المواد الأخرى التي أضفناها هي مادة التلاوية هذه المادة تركز بشكل كبير على ربط الطالب بالقرآن على تأسيس النطق لديه بشكل صحيح المخارج بشكل صحيح أيضا بعض الأجزاء التي يحفظها الطالب خلال العام الدراسي المادة التي أضفناها أخرى هي مادة الإرشاد النفسي هذه المادة تعطى للطالب من أجل أن نرتقي بمستوى النفسي نوعا ما نتخلص من الحالات النفسية التي نواجهة ضمن الظروف الحرب التي نعيشها يوميا بإضافة إلى الدعم النفسي الذي يقدم عن طريق بعض النشاطات بعض الألعاب التي تخفف من وطقة الحرب لديهم هناك أستاذ أحمد مكتب تدريب ومكتب توجيه ومكتب تأهيل الطلاب الأوائل حدثنا عنهم مكتب التدريب هو المحور الثاني الذي تعمل عليه مؤسسة ارتقاء تعليمية مكتب تدريب تأسس في العام الثاني من انطلاقة مؤسسة ارتقاء تعليمية يعمل هذا المكتب على التعاقد مع عدد من المدربين المختصين في العملية التعليمية والتربوية على سبيل المثال نحن لدينا ثلاث برامج أساسية يخضع له المدرب قبل أن يتعين في مدارسنا والتي هي بدائل العقاب يتعلم المعلم أو يتعرف على آليت تعاون مع الطلاب أصحاب نشاطات الكثيرة الطلاب المشاغبون كيف يتعامل معهم ويتتصرف معهم البرنامج الآخر هو برنامج الإدارة الصفية هذا البرنامج يزود المعلم ببعض المهارات كيف يدير صفه كيف يدير البيئة الصفية من الداخل البرنامج الثالث هو برنامج التخطيط الصفي هذا البرنامج التدريبي يساعد المعلم على كيفية التحضير لدرسه اليومي هذه البرامج الأساسية الثلاثة يخضع لها المعلم قبل أن يثبت لدينا مع العلم أننا نحن عندما يبدأ كل عام دراسي نعلن عن حاجتنا لبعض الكوادر في بعض الاختخصصات المعينة نستقبل عدد من السيفيات في أمان السر المؤسسة في مدينة حلب ثم نقوم بدراسة هذه التقديمات وعندما نريد أن نتعاقد مع المعلم نقوم بتشكيل لجنة مقابلة هذه اللجنة مؤلفة من أشخاص مختصين تربويا وأشخاص مختصين حسب التخصص الذي سيخضع لها المعلم أو سيتوظف فيه وبعد أن يخضع المعلم ويقبل قبول مبدئيا يمنح له فرصة تحضير درس ثم يحضر له الموجه التربوي الذي هو ضمن مكتب التوجيه لدينا وفي حال كان تقييمه بشكل جيد يعين كأحد كوادرنا في المؤسسة ماذا عن مكتب التوجيه؟ مكتب التوجيه صراحة نحن نعتبر أن هذه النقطة هي أهم نقطة تميز مؤسس ارتقاء تعليمي عن باقي المؤسسات أخرى أو العاملين في مجال التعليم في الداخل أطلقنا مكتب التوجيه في نهاية العام الثاني من عمر المؤسسة يتألف مكتب التوجيه من عدد من الموجهين المختصين أصحاب الكفاءة والخبرة في مجال التوجيه وفي العمل التربوي لجميع المواد العلمية والأدبية يهدف مكتب التوجيه إلى المساواة بين المناهج في جميع مدارسنا نحن لدينا ست مدارس في مدينة حلب حوالي 1500 طالب وأكثر من 120 معلم نعم على التسوية بين جميع المناهج أن نجعل المذاكرات والامتحانات موحدة ضمن مدارسنا بشكل كامل أيضا مهمته إقامة ورش عمل هذه الورش تهدف إلى دراسة المنهاج وإقتراح بعض الحلول لبعض المشاكل التي يعاني منها المعلمين في ظل هذه الأوضاع هذا من اسم مكتب التوجيه يوجد مهام إضافية لكل موجه منها الحضور للمعلمين بشكل دوري وتقييم المعلمين سواء كان يسير ضمن الخطة التي وضعت له في المكتب التوجيه ويقترح بعض المكافآت للمعلمين المتميزين يقوم أيضا بعقد ورش عمل بين معلمين كل مادة من هدف هذه الورش أن نعمل عملية تشاركية بين الخبرات بين المعلمين بعض المعلمين لديهم خبرة جيدة والبعض الآخر جديدة على عملية التعليمية وعندما نجمعهم مع بعضهم يستفيد الضعيف من الجيد نتشارك الخبرات بين بعضهم مكتب تأهيل الطلاب الأوائل الفكرة الأخرى التي تميز مؤسسة الارتقاء هي مشروع تأهيل الطلاب الأوائل في التنوي العام نحن في نهاية كل عام نصدر إعلانا للطلاب الأوائل أن السلاس بتدريبهم وتأهيلهم ضمن مكتب التدريب يشرف عليهم موجهين مختصين يحضرون لعملتين تدريبتين الأولى نظرية لمدة شهر تقريباً الثانية عملية عن طريق حضورهم لبعض المعلمين المتميزين لدينا ويكتسبون الخبرة المطلوبة وبعد ذلك يعين في العامل الذي يليه كمعلم ضمن أحد كواديرنا طيب أستاذ أحمد في حال الطالب لا يريد أن يكون الطالب من الأوائل لا يريد أن يصبح معلم ماذا لديه في الأفق؟ شو عنده خيارات أخرى؟ سابقاً لم يكن يوجد كثير من الخيارات التي تطريح للطالب استكمال دراسته ولكن حالياً بعد افتتاح جامعة حلب الحرة في الداخل السوري أصبح نوعاً ما يوجد بعض المجالات التي يمكن للطالب أن يتحق فيها طبعاً مع العلم أنه يوجد في الجامعة مجالات علمية ومجالات أدبية يمكن للطالب أن يكمل دراسته فيها وماذا عن تسجيل في الجامعات التركية؟ التسجيل في الجامعات التركية هو منفذ آخر لبعض الطلاب الذين يريدون مغادرة البلد ولكن حتى الآن لم يعترف بشهاداتنا في الداخل السوري ولكن الحكومة التركية تقوم بإجراء فحص معياري أو مدحان معياري لتعديل الشهادة السورية لشهادة معترفة من قبل الحكومة التركية ويمكن على أساسها أن يسجل الطالب ضمن المنح أو ضمن الجامعات المتاحة له فيه العمل التطوعي أستاذ أحمد في المؤسسة أم هناك؟ بشكل عام نحن كلنا متطوعون في الداخل السوري ولكن لله الحمد نستطيع تأمين جزء يسير من المنح التي يستطيع المعلمون أن يسدوا رمقى عايشهم في الداخل أستاذ أحمد هناك كان مشروع إدارة من مؤسسة كومينيكس حدثنا عنه قليلا مشروع الإدارة هو يستهدف المدارس الغير مدعومة طبعا كان هذا المشروع بالتعاون مع مديرية التربية في مدينة حلب وبعض المدن الأخرى مثل إدليب والذيقية سهدف هذا المشروع للمدارس غير مدعومة لتقديم منح للمعلمين وصلت المنحة إلى 100 دولار تقريبا للمعلمين لمدة أربعة أشهر دراسية ونعمل من الله عز وجل أن يستكمل هذا المشروع حتى نهاية العام الدراسي لكي لا ينقطع المعلمون عن العملية التعليمية أستاذ أحمد المؤسسة غير مدعومة دعم من هو أفراد منظمات دول المؤسسة ارتقاء هي مؤسس مجتمع مدني مثلها مثل باقي المنظمات غير ربحية تعتمد في نشاطاتها على التبرعات من الأفراد من الأصدقاء وتعتمد أيضا على من جديد أصبحنا نقدم مشاريع لبعض المنظمات الأخرى فنعتمد في تمويل المؤسسة على الأفراد وعلى المنظمات هل لديكم فكرة أن تنشئوا مشروع إنتاجي خاص بمؤسسة ارتقاء؟ لأنه كما تعلم الجميع أن التعليم هو استهلاكي رقم واحد فهل هناك فكرة لإنشاء مشروع إنتاجي يخص إرتقاء؟ كما ذكرت أن التعليم هو مشروع استهلاكي وليس إنتاجي فمن الصعوبة أن نجد مشروع تنموي يمكن يحقق دخل للمؤسسة التي تغطي جزء من نفقاتها ولكن نحن نقوم بدراسات بشكل دائم للبحث عن بعض الأفكار التي يمكن أن نطورها ضمن مشاريع تنموية في الداخل ممكن أن نستفيد في تغطية بعض النفقات أستاذ أحمد الآن العمل في حلب المحررة هل هناك فكرة توسعية لانتقالي لإدلب مثلا إلى الريف الحلبي؟ بالنسبة لمؤسسة الارتقال نعمل إن شاء الله تعالى ضمن الأعوام القادمة على توسيع عملنا خارج مدينة حلب نحن يقتصر عملنا حاليا على مدينة حلب ممكن إن شاء الله الفترات القادمة أن نوسع عملنا نخرج إلى الريف الحلبي أيضا ممكن لبعض المدن الأخرى مثل مدينة أدلب أو غيرها أستاذ أحمد ماذا عن الصعوبات العمل في الداخل السوري؟ أكيد في صعوبات عم التواجهكم نتيجة القصف نتيجة ممكن بعض الفصال العسكرية ممكن عدم تقبل الناس للموضوع فلو تحكينا شوية عن الصعوبات في الداخل أهم الصعوبات طبعا المعروفة للجميع هي موضوع القصف الذي يؤثر كثيرا على العملية التعليمية يسبب نزوح نزوح على صعيدين صعيد الكادر التعليمي ويؤدي إلى هجرة الكوادر الأمر الذي يسبب ضعف في العملية التعليمية كما تعلمون بسبب هجرة الكوادر المتخصصة الأمر الآخر نزوح العائلات والطلاب يؤدي إلى إغلاق بعض المدارس وافتتاحها في مناطق أخرى فيسبب خلخلة في العملية التعليمية هذا من سبيل القصف وقد تعرضت إحدى مدارسنا العام ماضي مدرسة سعاد الأنصاري إلى قصف همجي من الطيران الحربي وأدى على أسرها استشهاد أربع معلمات وطالبين نسأل الله الرحمة والمغفرة لهم أيضا كمكتب لمؤسسنا في الداخل تعرض القصف ثلاث مرات والله الحمد سنبقى صامدون في الداخل رغم كل الصعوبات إن شاء الله تعالى من الصعوبات الأخرى التي نواجهها هي صعوبة ضعف التمويل بشكل عام للعملية التعليمية ليس صفقة المؤسسة ناوية نلاحظ توجه الجمعيات الدولية إلى موضوع الإغاثة أكثر من إلى موضوع التنمية ودعم التعليم في الداخل السوري فهي من الصعوبات التي نواجهها أيضا من الصعوبات الأخرى التي نواجهها تدخل بعض المنظمات الداعمة في السياسات التعليمية سواء تدخل في سياسة التعليم إضافة بعض الحصص تأثير على عملية تعليمية أو تدخل في السياسات المالية نحن لدينا عدة مدارس فهذا العام اطررنا إلى تغيير السياسة المالية بناء على الجهات الداعمة بعض المدارس تختلف عن الأخرى كانت في العوام السابقة على سوية واحدة جنج المدارس ولكن في هذا العام اضطرنا على تغيير بعض المدارس عن الأخرى بسبب السياسات المنظمية التعامل اسمح لي أستاذ أحمد أن نأخذ فاصل فاصل خصير أعزائي المشاهدين ونعود لنكمل الحوار مع أستاذ أحمد عطان برعاية اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين أهلا بك أستاذ أحمد مرة أخرى كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن صعوبات العمل في الداخل السوري وعن سياسات المنظمات المانحة الآن نتحدث قليلا عن البعد التنموي لمنظمة ارتقاء أو مؤسسة ارتقاء تقريبا دخلت بالعام الرابع ما هو الأثر الذي تركته ارتقاء في الشارع السوري؟ المحور الثالث الذي تعمل عليه مؤسس ارتقاء هو المحور التنموي يركز ضمن عملها على تنمية جانبين الجانب أول للمعلم الذي هو أساس العملية التعليمية نسعى في عملنا على تنمية قدرات المعلم وتطوير مهاراته وتشارك خبراته بينه وبين زملائه المعلمين الجانب التنموي الآخر هو على صعيد الطلاب نحن نقدم برامج تدريبية للطلاب برامج تنموية برامج تنمي مهارات الطلاب على سبيل المثال برامج مهارات الحياة التي يمكن أن يستفيد منها الطالب في حياته الهمية مثل التخطيط على صعيد الشخصي ممكن التخطيط المالي بشكل مصغر وغيره من الدورات بعض الدورات في التمريض للطالبات الإناس ممكن أن يخضعوا لهذه البرامج نركز في الجانب التنمي على دعم وتزويد بعض الطلاب الذي نجد لديهم مواهب في البرامج أو المواد الكترونية مثلا بعض الطلاب لدينا لديهم مواهبة في صنع الدارات الكترونية فنحن نقدم دعم لهذا الطالب نزود بعض المواد التي يحتاجها أيضا بعض الطلاب لديهم هواية في البرمجة في المونتاج أيضا نحاول بشكل جاهد أن ندعم هؤلاء الطلاب لأن لديهم إن شاء الله مستقبل جيد في نخضة هذه الأمة يعني أستاذ أحمد بالأرقام لو سماحت هناك تتحدث عن طلاب يهون البرمجة مثلا كم عددهم هل كان لديهم أو لهم تأثير ما في صنع دار ما مثلا أو برنامج ما على سبيل العداد تعتبر عداد قليلة لندرتها ولصعوبة دعمها بشكل دائم ولكن نحن نسعى بشكل متواصل نركز على هؤلاء الطلاب وننمي مهاراتهم بشكل متواصل ولكن تعتبر عداد قليلة طيب أستاذ أحمد الطلاب في الداخل المحرر هل لديهم إقبال على التعليم أم لك لا ما بد يروح المدرسي هذه النقطة نحن نرى العجب من خلال هذه النقطة أحيانا بعد قصف مدرسة سعد كما ذكرت لك العام الماضي بعد بعدة أيام جاء الطلاب مدرسة سعد إلى مكتب المؤسسي يريدون أن نفتتح لهم مدرسة أخرى لكي يعودوا إلى المقاعد دير كانت قبل الامتحانات بعدة أيام وستطعنا بجهود بسيطة أن نفتتح أن نهيئ مركز آخر احتياطي من أجل أن نستقبل هؤلاء الطلاب ونجري لهم امتحانات نهاية العام فالله الحمد يوجد قبال شديد كما ذكرت لك من قبل الطلاب ومن قبل أهالي الطلاب بسبب وعيهم لأهمية التعليم وأدراكهم لأنه سبب نهضة الأمة سبب الخلاص من الظلم والفساد والاستبتاد أكيد أستاذ أحمد حدثني قبل تصوير الحلقة عن الملتقى السنوي الذي تقيمه ارتقاء وهذا العام كان بأنوان قيم حدثنا عنه قليلا ملتقى مسلس ارتقاء التعليمية الرابع العام الرابع هو ملتقى قيم نحن في بداية كل عام دراسي نطلق ملتقى يجمع معظم كادرنا الإداري والتعليمي أيضا يكون متواجد فيه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجالس المحلية ومدرية التربية أيضا حضر عميد كالية الشريعة في جامعة حلب الحرة حضر مدينة تربية في مدينة حلب كان الاجتماع قيم جدا استفدنا تشاركنا بعض الخبرات ووضحنا لبعض معلمين الجدد آلية عملنا ومكاتبنا وموظفينا إلى آخرهم من الأمور التي نعمل عليها ضمن العام الدراسي جزء من الخطة التي نعمل عليها وفي نهاية الاجتماع نوزع حقائب لجميع المعلمين حقيبة تحوية قرطاسية تكفي المعلم طيلة العام الدراسي ملتقى قيم جاء اسم قيم من المادة الرابعة التي أضغطناها على المواد الإثرائية هي مادة القيم كل أسبوعين نركز على قيمة معينة قيمة الصدق الإخلاص الأماني التسامح بعض هذه القيمة يحصل الكادر التعليمي بشكل كامل على دورة تجربية لكيفية أعطاء هذه القيمة من وسائل ويزود بوسائل مثل كيف يوصل هذه القيمة عن طريق قصة عن طريق تجربة عن طريق عرض فيلم كارتوني أو ملف بووربوينت يعني كيف أن نصل هذه القيمة للطالب ونغرسها في الطالب خلال الأسبوعين وبعد أسبوعين نعمل على قيمة الأخرى هل الطالب يأخذ هذه القيمة؟ نحن بصراحة نجد أن الطالب يستفيد كثيرا مثلا بعض الطلاب لما يأخذ قيمة الصدق مثلا الأسبوع القادم يحاول أن يلفز هذه الكلمة كثيرا صدق نحن سنصبح صادقين يعني يبدأ تؤثر هذه القيمة على حياته اليومية بشكل جيد طيب سيد أحمد ماذا عن الشراكات مع المؤسسات التعليمية الأخرى ومؤسسات الدعمة الأخرى؟ بالنسبة لعلاقات أننا نحن بشكل عام مع المؤسسات والجمعيات في الداخل نحن على علاقات جيدة مع الجميع نحاول بشكل دائم عمل نشاطات مشتركة يعني في العوامل السابقة نقدنا عدة مهرجانات للأطفال تنمي من مواهبات تخفف عن حالة الحرب التي يعيشونها نؤكد على عملية التشاركية بين المنظمات لأنها تدل على العمل الموحد في الداخل هذه بالنسبة للمنظمات المحلية أما علاقاتنا وشراكاتنا مع المنظمات نحن للحمد رخصنا في مدينة غازع نتابة تركيا وافتطحنا مكتب هنا من أجل زيادة العلاقات مع المنظمات الدولية المانية والدعم للعملية التعليمية وإن شاء الله نحن على موعد قريب مع إطلاق موقع للمؤسسة على الشبكة العنكبوتية هذا الموقع يركز على الجانبين الجانب الأول عرض أهم نشاطات المؤسسة ومدارسها وفعالياتها الجانب الآخر هو الجانب التربوي هذا الجانب سنعرض من خلاله العديد من التجارب الناجحة في العملية التعليمية سيشارك فيها المعلمين في بعض المقالات وبعض الأفكار وأيضا ممكن أن نستقطب المهتمين في العملية التعليمية سواء كانوا خارج سوريا أو داخلها نعم أستاذ أحمد أين ترى ارتقاء في المستقبل؟ نحن ضمن رؤيتنا في مؤسس ارتقاء أن نكون المؤسس الرائد في تقديم تعليم متميز وعالي الجودة عن طريق إعداد معلم كفاء وإدارة متميزة وإن شاء الله ننتج طالب يؤمن بقضايا أمته ويعمل على أنجازها على بناء سوريا جديدة شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد لحضورك إلى هنا وتسجيل هذه الحلقة نتمنى لكم كل التوفيق حقيقة أن التعليم كان مهضوم حقه مثل ما نحكي بخلال الثورة السورية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنظهر للعالم أهمية التعليم في الداخل شكرا لك إلى هنا عزائي المشاهدين تنتهي الحلقة على أمل أن نكون يوما ما سواعد أمل لدمتم بخير وإلى اللقاء شكرا لك شكرا لك